أنا جاي النهاردة ومعايا حكاية وحلوتها إنها هتتقال وإحنا إلى حد ما هاديين مرتاحين الغضب قال لي شوية بعد خروج مصر من كأس للمل أفريكا من دوري 16 هاديين شوية مش بقول قوي يعني بس هاديين وجاي النهاردة اتكلم عن روي فيتوريا وتعاقده مع الاتحاد المصري لكرة القدم بس تعالى الأول نعمل مقدمة للكلام اللي جاي الكلام اللي جاي ده لو سمعتم مني كده الواحده كده تزعل مني هتقول لي أنت بتقول إيه مش عارف إيه بس هنحاول إيه ندينه مقدمة الأول أنا وإنت واللي جنبك وكلنا مجتنعين جدا أن منتخم مصر ما عملش بطولة كبيرة في كأس الأمم الأفريكية الأخيرة غالبا كلنا أو معظمنا يعني مجتنع أن روي فيتوريا يتحمل أولا مسؤولية هذا الأداء المخيب جدا للأمال معظمنا مجتنع أن رحيل روي فيتوريا عن منتخم مصر رحيل منطقة على ضوء ما قدمه في بطولة كأس الأمم الأفريكية من أداء سيء صح أنا وإنت وكلنا متفقين على ده نعشي بس فيه كام نقطة عايز أتكلم فيهم سريعا أول حاجة هل لما الاتحاد المصري لكرة القدم راح جاب روي فيتوريا جاب مدرب من على القهوة ولا جاب مدرب كبير روي فيتوريا لما جيه منتخم مصر مدرب كبير وسي فيه محترم جدا وسي فيه مليء بالبطولات وبالمناسبة هو أكبر سي فيه دخل مصر هتقول لي يعني هو أهم من كارلوس كروش تعرف أنا يا رأيي في كارلوس كروش ده من أعظم الحاجة اللي شافتها عنية بس كارلوس كروش مدرب على مستوى الأندية والمنتخبات اللي دربها أكبر من روي فيتوريا بس روي فيتوريا حقق إنجازات حعمل بطولات كسب بطولات مع بنفيكة ومع النصر وخلافه فهو مدرب كبير وكلنا وقتها قلنا كده قلنا منتخم مصر جاب مدرب كبير جدا اسمه روي فيتوريا واحد اتنين روي فيتوريا لما جي عقده مع منتخم مصر أو مع اتحاد الكورة لتدريب منتخم مصر تقريبا يتنين مليون يورو في السنة آخر عقد لي روي فيتوريا مع سبارتاك موسكو الروسي كان بالزبط أربعة مليون وخمسمائة ألف يورو يعني احنا جمنا أقل من نص بشوية أقل من اللي كان بياخده في سبارتاك موسكو بالنص بشوية كمان العقد اللي قابله اللي قابل سبارتاك موسكو كان مع النص العقد ده كان سبعة مليون يورو شامل مساعدينه سبعة مليون يورو طيب وبالتالي احنا مبدأين كده جبناه برقم معقول جد جدا يعني ماشي حط دي على جمع ودي هرجع لها بعد شوية عشان هنسأل بقى سؤال تاني هو كان المفهول نجيب أصلا مدرب بالرقم ده ولا لا ممكن ما جيبش رؤية في طولية أصلا بس دي حكاية يعني حكاية الوحدة تالتة ودي الأهم دوني قامت على فكرة انه ليه الشرط الجزائي تلت شهور العمي العقد ده ليه حطيت شرط الجزائي تلت شهور ما هو الشرط الجزائي ده ليك وعليك يعني ايه افرد مثلا مثلا يعني على رأي الفنان الكبير حكيه كنا كسمنا كاسي الأمم الأفريقية مع روي فيتوريا وكان مثلا الشرط الجزائي فعد روي فيتوريا شهر وهو مدرب مطلوب في السوق في الماركت العربي تحديدا تمام وكان الشرط الجزائي شهر مثلا وفرحانين وكسبين كاسي الأمم الأفريقية فالراجل بعد كاسي الأمم الأفريقية قال أنا سلام عليكم جماعة فيه نادي يدفع الشرط الجزائي بتاع اللي هو شهر ده وانا ماشي ساعات احنا كنا هنطلع نقول ايه يفضيحة اتحاد الكرة اللي بجلاجل ازاي تعملوا شهر واحد مع مدرب كبير زي ده انتو بتعرفوش انتو بتفهموش والتلت شهور عشان انت كمان ماضي مع اربع سنين فطبيعي عفوا الشرط الجزائي يبقى شرط كبير طيب هذا واشتغل الراجل محدش تكلم وقتها على فكرة انه ده مدرب أندية مش مدرب منتخبات وهنا هقف لثواني وديك أمثلة سريعة ديدي شامب لما مسك منتخب فرنسا وبعكية كسب كاسي العالم معاهم ما كانش يضرب منتخبات قبل كده يواقيم لوف لما مسك منتخب ألمانيا وخد كاسي العالم معاهم ما كانش يمسك منتخبات قبل كده طيب نروح لبعيد قوي ليه يعني كابتن الكبير الأسطورة أسطورة التدريب في مصر الكابتن حسن شحاتة اتخذ تلاتة أفريقيا قبل ما يمسك منتخب مصر الأول ما كانش يمسك منتخب أول في حياته هو بس يمسك سنتين منتخب الشباب بس فالفكرة دي أصلا كمان فكرة مش صحيح طيب إحنا ليه زعلانين إحنا زعلين عشان إحنا أخفقنا وعشان فيتوريا فعلا ما قدمش مستويات كبيرة في كاسي العمر الأفريقية اللي فاتت بس بالمعايير يعني المدرب ده لما هيروح بالسيفي بتاعه بما فيهم منتخب مصر هيروح لأي نادية أو أي منتخب يقوله أنا اتغلبت مباراة واحدة بس مع منتخب مصر وهم مشوني اللي هي مباراة تونيس الوداي وكان لها ظروفها وقتها واللعابة القائمة كانتش موجودة وتفاصيل كتيرة بس هو ده على الورق لكن إحنا عارفين إيه داخل كاسي العمر الأفريقية ما فوت تكسبها طيب في سؤال أنا بجمع معلومات سألته الراجل روي فيتوريا ليه ما تحطش في عهده في العهد في العقد بتاعه إنه لازم يكسب كاسي العمر الأفريقية عشان روي فيتوريا لما تعقد مع منتخب مصر كان كاسي العمر الأفريقية في شهر 6 الصيف الماضي وكان فترة قليلة 5-6 شهر بالكتير فقالوا مش هنضغطوا بكاسي العمر الأفريقية اللي جاية ونحسبوا بعد كده من تصفيات كاسي العالم وبعد كده كاسي العمر متأجلت فالراجل المفروض كان يكسب كاسي العمر الأفريقية بس مش موجودة من الأهداف في العقد اللي بينه وبين اتحاد الكورة عشان برضه كنت عايزة أفهم ديه في كل الأحوال أنا ليه بأقولي الكلام ده هلأ بدافع عن روي فيتوريا دلوقتي أنا عايزة دافع عنه وراجل مشي خلاص صافر ما فيش مصلحة ومعنا دلوقتي مدرب كبير إن شاء الله بإذن الله بإذن الله ينجح نجاح باره وكابتن حسام حسن أنا بقول كده ليه إنه يا جماعة إحنا أحيانا تقييمنا وتحليلنا في الأمور متعلقة بالنجاح والفشل على مستوى الأداء اللعب ما بنصبرش وما بنقيمش بشكل أوسع يعني هلأ الكورة المصرية مشاكلها كانت في فيتوريا بس؟ لأ في مشاكل بالجملة نحلها بس يمش فيتوريا ده واحده على أقل يعني تاني اللي بدأت بي أنا كنت شايفة إن روي فيتوريا ممكن يقدم أفضل في الكثير من الوفقاء وده ما حصلش بس أبدا أبدا ما ينفعش فجأة نقول إنه مدرب فاشل ونتعاقد معاه كان تعاقد خاطئ